بسم الله والابن والروح القدس والإله الواحد أمين سمعنا الرسول بولوس يقول لتلميذه تيموثيوس إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تصيرك حكيماً للخلاص بالإيمان بالمسيح يسوع يعني لما بيعرف الكتاب المقدس الذي لا يقرأ الكتاب المقدس ولا يتطعذ بكلمة الله ولا يتنقى بكلمة الله لا تأتيه الحكمة بيظل جهل جهل بشو؟ أنه جهل بالسيانس والفيزيك جهل بخلاصه ما بيعرف شو بيفيده بفكر أنه هذه الحياة اللي هو عيشها هي كل شي وبيتصرف مع الله تصرفاً خاطئاً كما هذا الفريسي لذلك علينا أن نصغي بإمعان إلى كلمة الإنجيل لنعرف الحق ونسلك فيه مش بس نعرفه نعيش هذا الكلام رتب آباؤنا أن نسمع اليوم المثل الذي تفوه به ربنا يسوع عن الفريس والعشار لكي نعي ونفهم ما الذي ينفعنا لخلاص نفوسنا شو الصورة اللي قدامنا الفريس والعشار هي أن الخاطئ والذي يظن نفسه باراً نينيتهم طلعوا يصلوا بس يمكن كل واحد لهدف المهم أنه نحن نفهم بأي روح تقدم كل منهما للصلاة لحتى نعرف شو هي الصلاة اللي بيقبلها الله وشو هي الصلاة اللي بيرفضها الله نلاحظ أولاً في الفريسي تشامخه يعني شايف حاله حتى على الله بيقله ما أنا بصملك مرتين بالأسبوع وأنا بتفعلك العشور مثل كأنه هو بده يشتري الملكوت وبده يشتري الله هل أديني عنده غباء؟ هل أديني منه مدرك لحجمه قدام الله؟ منفوخ نافش حاله ما عارف حجمه قدام الله جايمنن الله أنتو إذا حدا بيحكي معكم بهذا النفس بترفضوه فما بالكن الله عنده هذه النظرة المتعالية على الآخرين وبيقول لديس نكتاريوس العجائبي إن التشامخ فيه تعالٍ أكثر من الغرور والكبرياء يعني بيضاعف حتى الكبرياء اللي هو إم الشرور الأمر الثاني نلاحظ عند هذا الفريسي انعدام المحبة لأنه لو كان يحب الله لكان يعمل إرادة الله وشو هي إرادة الله؟ الله يشاء أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون يعني الإنسان اللي بيحب الله وبده يعمل إرادة الله بده يخلص جميع الناس لما بيشوف في حدا خاطئ جاي يصلي لازم هو يفرح أنه هذا الإنسان عم بيعمل علاءة مع الله ويصير هو يصلي له أنه باركي الله بيفتح قلبه وبيتوب وبركي بيرجع عن خطائه أو اللي نحن ممكن منظنه أنه هو عم بيرتكب المعاصي لازم يفرح ويصلي من أجل خلاص هذا الإنسان يصلي حتى الله يفتح له قلبه ويتوب ويصير يعرف الله أكثر مما كان يعرفه تماماً مثل ما بيعلمنا الإديس سلوان الآثسي الذي كان يطلب إلى الله في صلواته أن يعرفه جميع الناس بالروح القدس فيخلصه الآثة الثالثة عند هذا الفريسي هي إدانته للعشار يعني أنا مني مثل هداك العاطل شوف بخلي الإنسان دين الآخرين بالضبط هي تشامخه وعدم محبته لأن الكبرياء تجعله وقحاً ومتغطرساً وقحاً ومتغطرساً إن عدام المحبة يجعل قلبه قاسياً ويصبح عنده وحشية لا إنسانية ما بريد خلاص حداً إنه شو جاي هدا يعمل هون يقول الذهبي الفم إن الكبرياء يحول الإنسان إلى شيطان في أوحش من هاي وإن لا شيء يرضي هذا الهوى ولا صاحبه يعني اللي عنده كبرياء ما بيخلص بيقول حتى ولو انحنى الملك نفسه أمامه وسجد له فلن يشعر بالرضا هل أديني شيء في حاله إنه ما بيأدر احترام الآخرين له كل ما احترموه كل ما هو نفش حاله زيادة لأنه أعمى وغبه بيقول عنه الذهبي الفم إنه كمحبي المال تماماً كل ما جنوا أموالاً أكثر كل ما طمعوا بأموال أكثر تخيلوا كيف هذا الكبرياء يعلم الأنانية ويبعد المحبة ويجعل المرأة يدين الآخرين الأف الرابعة التي نلاحظها في غياب المحبة هي الحق كثير كان صعب على الفرسي أن يرى العشار يقدم العبادة لله إنه هذا شو جايبوا صليتوا منا مقبولة لازم حدا يشحطوا من الكنيسة محلوا منا هون خليين قل على برة للأسف أنا بسمع بعض الناس بمجتمعنا بيحكوا هذا الكلام وبدك الوحب منا يسأل حاله إذا كانت تراوده بعض من هذه الأفكار لأنه في ناس بيسألن لاش ما عم بيجوا على الكنيسة بيقولوا إنه الوحب بيروح على الكنيسة لحتى يتعلم شي منيح لحتى يشوف ناس صالحة أنا بعرف فلان نصاب وفلان سراء وفلان مدري شو وجايين عم بيصلوا شو هالصالة هذي منا مقبولة ما بدي يكون بيناتهم تماما مثل الفرسي أنت بدك تيجي تصلي لعلاقة أنت و الله ما إلك علاقة مع الآخرين وإذا شفت آخرين ما ننصى الحين صلي حتى يصطلح قلبهم وسلوكهم مش الدينهم ولا تحقد عحدك كأنه أنت بدك الله لإلك من دون الآخرين بدك الله يشحطهم بدك الله ينزل نار من السماء عليهم لأنه أنت كتير نظيف هذا الكلام منه صحيح بدك تقول لاش هني بيكذبوا على الله المهم أنت ما تكذب على الله هني ما بيقدروا يكذبوا على الله لأنه الله كاشف كل شي هني بيكذبوا على حالهم وما تنزعج إذا هني عم بيكذبوا على حالهم شفاء عليهم لأنه هني في جهلهم يهلكون الحقيقة أنه بالكنيسة نحن كليتنا نسعى إلى القداسة ولكن لسنا كلنا أبراراً أو قديسين في ناس لما بتتقدم تتناول بتاخد نعمة وفي ناس بتاخد دينونة لأنه ما بتتقدم بتوبي وبنقاوي حتى تتحد بالمسيح نحن علينا بحالنا وخلي الله هو دين بقية الناس لأنه الله اللي بيعرف القلوب مش نحن العشار في هذا المثل ما كان ينظر إلى غيره كان علي بحاله همه كيف يقف أمام الله بخطاياه وقبل ما الله يدينه هو بلش يدين حاله أخذ يقرع صدره مثل عن بيلطم لأنه هو خاطئ هل أديني شعور عميق بالخطأ شعور عميق بأنه نحن ما منستحق نوأف الدام الله يدين ذاته قبل أن يسمع الإدانة من الله يرى نفسه قاطئاً لكنه يؤمن أن الرب يرحم الخطأ ولذلك ينادي الله اللهم ارحمني أنا الخاطئ بها العبارة القصيرة يعترف بالله أولاً بس حتى الشياطين تعترف بأله وتؤمن به لكنها لا تخضع له ولكنه يقر بأن الله رحيم عنده محبة ويغفر ويسامح ويعترف بأن الإنسان خاطئ بأنه إنسان خاطئ وبحاجة إلى رحمة الله بحبه هو يجرؤ أن يطلب إلى الله أن يرحمه بس ما كان يتجرأ أن يتقدم إلى الأمام وبصير قدام الهيكل ظل ويقف وراء لأنه لم يرى نفسه مستحقاً بسبب خطاياه أن يتقدم من القدوس هو يدرك قول المزمور لن يتزكأ أمامك أي حي ما في إنسان بيقف إدام الله وبلاقي نفسه بار وبلاقي نفسه إديس إلا بيشوف نفسه خاطئ أمام قداسة الله في البعض مننا إذا قلنا لهم لازم تجوا تعترفوا بيقولوا بشو بنا نعترف ما عملين ولا غلطة بإني أبرار ما عملين ولا غلطة ما في شي يعترفوا فيه بيستغربوا شو هالدعوة إلى الاعتراف الواحد إذا ما عمل شغل كبير يا شو بدي جي يعترف إذا ما ارتكب فعل الزنا أنه ما في داعي يعترف بس إذا افتكر بالشر برأسه هذا ما في شي يدعي للإعتراف إذا ما أتل حدا فعليا إنه ما في داعي يجي يعترف أما إذا بفكره بقلبه لغى بعض الناس شالا من حياته قطع علاقته فيهم إنه هو ما ارتكب خطأ ما المسيح بيقول إذا واحد بيقول لأخيه أحمق يستحق نار جهنم يعني فكيف إذا كنا عم ننم على الناس وندين الناس ما منكون عم نرتكب خطايا إذا كان الواحد شيل هدول كلهم إذا فحص نفسه ووجد إنه ما عنده محبة كافية لله هذا ما في شيء بيستدعي إنه يجي يعترف ويقر بأنه خاطئ لأن الوصية الأولى والعظمة هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل ذهنك ومن كل قدرتك بدك تحبه بكل جوارحك يعني علاقتك أنت وأله بدك تكون علاقة العاشق والمعشوق العاشق ما بيقدر ولا لحظة يغيب المعشوق عن باله نهائيا بيظل عم بيفكر فيه لال ونهار وبيذكروا لال ونهار وبيحب يحكي معه كل ساعة هذه معنى الوصية الأولى والغظمة يعني أهم شيء أن تحب الرب إلهك وتكون علاقتك مع الله مثل العاشق والمعشوق أن تحب الله وتذكره في كل ساعة أن تحب الله لدرج إنك أنت بتريد أن تحكي معه كل ساعة بتحب تحكي مع الله أكتر ما بتحب تحكي مع بقية الناس حتى ما يجروك على الغلط سؤال لإلنا هل نحن نفتكر بالله ونريد أن نتحادث معه في كل وقت إذا ما عم نعمل هيك معناها نحن محبتنا لالله ضعيفة ولازم نشتغل علي حتى نزيد محبتنا لالله إذا ما زدنا محبتنا لالله ما حيصير في عنا محبي للناس الآخرين ما حنقدر نطرد الحقد وما حنقدر نبعد الأنانية وما حنبتعد عن الإدانة بدأت زيد محبتنا لالله حتى نقدر نحب الآخرين ونصبح نوراً في العالم وملحاً في الأرض محبت الله إذا خلت من قلب الإنسان بيصير إنسان أناني وقاسي القلب ويدين ويحقب وبدل المصيب الوحدة بيصير عنده تعدد من المصائب بس لأنه طرد محبة الله من قلبه نحن مدعوين أن نتعلم من هذا العشار أن نحب الله وأن نتواضع ونعترف بخطايانا ونصره بقرأة صدور كما فعل هذا العشار اللهم ارحمني أنا الخاطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر